مرحبا كيفكم؟ أنا سلوم من قناة ألوان تيوب فيديو اليوم راح تشوفوا فيه كيف ناريني بيوتي ونور ستارز استخدوا حالهم بعد للدراما اللي عملوها قبل فترة بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكمان تابعوني عن الانستجرام خلونا نوصل الاحساب لعشر تلاف متابع وهلأ يلا نبلش الفيديو فاكرين لما فاجأتنا ناريني بيوتي بالاستوريات اللي نزلتها على حسابه بالانستجرام واللي كانت فيها منهارة وبتبكي كتير أكيد كلكم فاكرين لأنه ما ضل حد باليوتيوب ما شف أكبر دراما بين أكبر يوتيوبرية في الشرق الأوسط أكيد فاكرين وأكيد فاكرين ما قطع لدموع الحقيقيين تبع نوري ستارز اللي طلعت ردت فيه على استوريات ناريني بيوتي هذول دموع حقيقيين اليوم بعد شهر ونص تقريبا طلعت نوري ستارز اعترفت فيه حوار صريح جدا وكمان طلعت ناريني بيوتي بعدها بفترة في مقابلة اتكلمت فيها عن الموضوع بكل صراحة وطبعا هذول المقابلتين هم أول مقابلتين عملوها بعد الدراما اللي صارت وحكوا فيها تفاصيل أكتر عن سبب اللي صار وعن شغلات كتير الناس كانت تستنى تعرفها عن المشكلة وحتى تعرفوا شو حكوا خليكم معايا لنهاية الفيديو أول مقابلة كانت مع قناة العربية واللي استضافت فيها نور ستارز واللي ما بيعرف نور فهي أكبر يوتيوبر عربية عندها تقريبا 18 مليون مشترك وهي من زمان زمان بتشتغل باليوتيوب وأظن بلشت سنة 2014 المهم صارت بينها وبين نارين مشكلة وطلعت ترد فيها على اتهام نارين إلها بأنها سرقت فكرة قناة الجيمينج هذول كان أول فيديو قلي بالقناة ترقبوا الألعاب اللي حنا نلعبها سوى وفي مقابلة لنور على قناة العربية ضمن برنامج تفاعلكم انسألت عن الدراما اللي صارت بينها وبين نارين بيوتي فحكت إنها كانت مضغوطة لأسباب كتيرا منها إنها كانت لسه مسافرة جديد لدبي وترك كل أصدقائها وحياتها لما تكون عليك ضغوطات نفسية وجايم كمان نقلت بلد لبلد صعبة مهينة فكان في كتير تراكمات عندي واعترفت نور إنه المشكلة اللي صارت صغيرة وتافهة ومش مستاهلة ما إلها داعي من الأساس بسيطة ويعني تافهة وجدا يعني ما كان إلها داعي أصلا بس يا نور طالما ما إلها داعي ليش هيك صار المهم خلونا نكمل ونشوف شو نور حكت وتكلمت عن الموضوع هي كل شي صغيرة بس كانت القشة اللي كسرت الظهر البعير اللي خلص خلتني أنفجر بالعواطف والمشاعر والبكب يعني نور هنا بتوضح إنها مشكلة بسيطة لكن هاي المشكلة كانت السبب في توتير العلاقة مع نارين بيوتي بشكل كبير وإنه هاي المشكلة سببت أطيع بينهم من يومها وأهم شي في كل المقابلة إنه نور اعترفت إنه الموضوع مش قصة فكرة الجيمينج والموضوع أكبر من هيك وهو عبارة عن تراكمات بس هو تراكمات من أشياء ثانية يعني نور ونارين كانت عندهم مشاكل أغيرة وتأليد أفكار ومشاكل خلف الكواليس ما كنا نعرف فيها وفي كتير مشاكل خلف الكواليس ولما نسألت نور هل هي ندمانة على اللي سوته والإستوريهات اللي نشرتها وكانت بتبكي فيها جاوبت إنها فعلا ندمانة وإنها لو رجع فيها الزمن ما رح تعمل اللي عملته وإنها مش تبعت الدراما وقصص مثل هيك هذا أول درس إلي بالدراما وإنها ما كانت عارفة شو تتصرف في لحظتها وإنها تعلمت درس في حياتها لما تصير مشكلة مثل اللي صارت ما رح ترد عليها مصلا ما كتأعرف شو ردت الفعل المناسبة بس حالياً تعلمت إنه لما تصير الدراما مثل هيك المفروض واحد مايرد وسربت نور كلام عن عالم مشاهير السوشيال ميديا وحكت إنه فيه بلاوة بتصير بينهم خلف الكواليس وكتير مشاكل وبعد ما شفنا كل الكلام اللي حكتوا نور حب أقول يا نور الله يهديك لما يصير معك إشي متل هيك اتمالك نفسك وحك معاقلك وفاكري شوي قبل ما تفتح الكاميرا وتبدي تسجلي وتبكي لإنه المقطع اللي بينزل ما رح تقدر تمسحي وكلنا شفنا كيف تحولت كتير كلمات حكتيها بالإستوريات لم يمز يعني ما دل السخرية والضحك وأكبر من راسي حسبي الله هدول ما مش تنزيل وهلأ رح نشوف المقابلة اللي عملت مع نارين بيوتي واللي ما بيعرف نارين فنارين عندها 11 مليون ونص على اليوتيوب وفتحت قناتها سنة 2014 يعني نارين ونور بلشوا مع بعض تقريبا في عالم اليوتيوب وعلى هيك فبينهم منافسة كبيرة رغم إنهم كانوا بتعاونوا مع بعض زمان لكن اليوم الأمور اختلفت المهم إنه نارين جابت العيد في آخر مقابلة صحفية إلها جاوبت نارين عن بعض الأسئلة اللي سألوها المتابعين بعد الدراما اللي صارت بينها وبين نور ستارز وكمان نارين اتهربت إنها تجاوب على أهم أسئلة في المقابلة ومنها سؤال سر علاقتها بمون فلوكس فما حكت بالضبط شو المشكلة وشو اللي سير بناتهم خلونا نشوف هذا المقطع البسيط ونرجع نكمل حكي عن الموضوع تبع الحلقة الناس قعدة تعمل رومرز وحكايات في فكرة حلوة عندك عطيني آب وكرة بصور اكتشفنا أنه خلص وهلأ خلونا نسمع لكلام نارين وشو جاوبت معقول أنا جابت العيد قامت بيكتشف أني جابت العيد طبعا هي جابت العيد من أول المقابلة أنا أنت أهلا أهلا وسهلا وهاي صراحة بداية مبشرة طبعا أنا بمزح نارة بس واضح عليك إنك متلبكة من أول المقابلة ربنا يستروا يعدي هالمقابلة على خير مجرد ما تحكي شي على الكاميرا بالسوشيال ميديا أول فكرة صحيحة 100% تحكيها نارين وأول اعتراف منها أنه الفيديو اللي بتسجل وبينزل على اليوتيوب أو السوشيال ميديا بشكل عام صعب ينسحب لأنه ناس كتير شافته ما رح تقدر تتواصل معهم وهذا بالضبط اللي صار مع نارين لما طلعت بهاي الستوريات أنا بعرف أنه عم تحضر هالستوري ناقو في هاي اللحظات كانت نارين في حالة انهيار وعم تحكي بحرقة قلب عن موضوع الجيمينج بس يا هل ترى فكرة الجيمينج هي اللي خلتها تنفجر هيك قدام الكاميرا ولا شي تاني خلونا نتابع الفيديو لو كان الموضوع فكرة كنت بقال لي أكيد ما نحرزان بس الموضوع أكبر من هيك هنا واضح أنه نارين ندمان على اللي عملته مو شرط تحكي الكلمة بشكل صريح بس هيها بتقول إنها استغربت من حالها وإنها ما كانت حاسة شو بتحكي وإنه قلصة حرقة قلب بعد ما نشرت استغربت من حالي ولما نسألت نفس السؤال واللي نسألته نور هل القصة مستاهلة؟ جاوبت نارين إنها ما كانت متوقعها تضربة من نور وإنه الموضوع مش فكرة والموضوع أكبر من هيك بس الموضوع أكبر من هيك واعترفت نارين إنه اللي عملته حركة غبية وإنها تعلمت درس في حياتها وإنها ما راح تخبر أي حد بعد هيك بخططها لا خلصت علمت خبر حدا أنا شو نخططها وأكدت نارين إنه الموضوع مش فكرة وإنه فعليا قبل هذا الموقف في بينها وبين نور حساسية في بناتنا حساسية لكن الناس ما كانت تعرف فيها لإنها ما كانت منشورة على العام هون أنا بيجي بقلك إنه الموضوع منه فكرة وحكت إنه الأفكار على اليوتيوب كلها مقلدة وكله بياخد من التاني وبكل صراحة حكت نارين إنه ندمانع اللي عملته طبعا بمنا وعن احتمالية إنهم يتصالحوا من جديد فسألتها مقدمة البرنامج هل ممكن تتصالحه؟ حكت نارين إنها بتسامح لكن ما رح تأتي ثقتها لإلها تاني أنا بسامح بس أنه خلص ما حا أقدر أوسق فيك بمرة تانية وهيك واضح إنه نارين بيوتي ونور ستارز ندمع على إنهم طلعوا بالإستوريات وندمع على كل الدراما اللي عملوها وضجت فيها مواقع التواصل لدرجة وصلت التلفزيون وصارت ضمن نشرات الأخبار وإنه كل واحدة فيهم أدركت وتعلمت درس رغم إنهم مش صغر بالعمر لكن اتعلموا درس ما يفوتوا بقصص لدراما لإنها ما إلها حد وراح تأثر على شغلهم وكما رح تغير وجهة نظر المتابعين فيهم فالموضوع من الأساس ما كان مستاهل كل اللي صار وأنا بقدم نصيحة لازم تفكروا مليون مرة قبل ما تفتحوا الكاميرا وتنشروا استريهات أي نعم في اليوتيوب بتقدر كل واحدة فيهم تتحكم بالمقاطع اللي رح تنزل أما في الإنستجرام وخاصة خدمة البث المباشر أو الإستوريات الأصيرة فاللي بينزل ما رح تقدر تسحبه لأنه بمجرد نشره رح يحفظوا آلاف المتابعين وإن شاء الله تكونوا تعلمتوا درس للعمر إنكم ما تفوتوا بدرامات إلها أول ما إلها آخر وفي نهاية الفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكمان ما تنسوا تتبعوني على الإنستجرام بتلاقوا الرابط بصندوق الوصف بأول تعليق بس طنقوا هناك حتى تعطوني أفكاركم الجديدة نشتغل عليها بالمقاطع الجاية وبس ومارسلام